بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج حديث الروح هذه الأيام المباركة وهي أيام الحج نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حجا وعمرات أو حجات وعمرات مرات ومرات وإن لم نستطع أن نحج في هذا العام نظرا لهذه الظروف التي تمر بها البلاد والعباد فنسأل سبحانه أن يمد في أعمار الجميع حتى يذهبوا إلى بيته الحرام لنبل الشوق ونزور مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أريد أن أقول لكم في مثل هذه الجائحة جائحة قرونة هذه يسمونها وباء عام وحفاظا على الخلق لأن الإنسان عندنا مقرم نحافظ عليه قد يكون أكثر من بعض العبادات خاصة هذه العبادات عندما تكون سنا أو نوافل فنحافظ على الإنسان حتى الإنسان ويؤدي الفريضة نحافظ على حياته ونبحث له عن بديل وهو في فريضته إذا لم يستطع أن يفعل شيئا يذهب إلى البديل حتى نحافظ على حياته ولألا تصيبه مشقة بهذا المعنى وفي وسط هذه الجائحة بعض الناس كان متعودا على الذهاب إلى الحج والعمر مرات ومرات وفي كل عام يذهب إلى الحج وبعض الناس لم يذهب قط قلبه متعلق القرآن يقول وَجَعَنَّا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا مثابة يعني قلبك عندما ترى الكعبة يثوب إليها مرة بعد مرة يثوب يعني يرجع يتعلق يشتاق لذلك الذي زار أشد اشتياقا ممن لم يزر لأن من زار ذاق ومن ذاق عرف ومن عرف يريد أن يغترف كما يقولون فالذي ذهب أو لم يذهب ومنعته هذه الظروف ماذا يفعل أنا أقول لك قن زكيا فطنا تحصل الحسنات بأدنى بجهود ممكن تحصل الحسنات بالنية نية ولكن تكون نية صالحة عندما يمنعني شيء أو عذر رغما عني وهذا العذر جاء رغما عن الكون كله حتى يعلم الجميع أنه ليس في الكون إله إلا إله واحد إله مع الله قليلا ما تذكرون فعندما يأتي العذر بهذه الطريقة وأنا أنوي يا ربي وعندي الاستطاع البدنية والمالية أنا أريد أن أذهب إلى الحج أو العمر في هذا العام ولكني منعته ليس هناك مجل للتأشيرة ولا للطيران ولا لأي شيء هل أنت بهذه الطريقة حرمت من الأجر والثواب لا حتى ولو أغلقت الأرض دونك بكل الأعذار أنت الطريق مفتوح بينك وبين ربك الواحد القهار تفتح طريقك وهو النية نية المؤمن خير من عمله فأقول لك لا تحزن وعندك البدائل إذا منعت من الحج رغما عنك ومن العمر قلبك متعلق تعيش أيام الحج كالحجاج في الذكر والطاعة وقراءة القرآن والأدب مع الناس والتصدق والحفاظ على من حولك والرحمة بالغير وإطعام الطعام صلة الأرحام بنفع الناس بكل هذه الأشياء بالصيام تستطيع أن تصل بهذه الطريقة إلى ما يحصله الحاج وفي حجه وتزيد أنت أنك كنت تنوي ولم تستطع إن الذي ينوي الحج ولم يستطع أن يذهب أقول له إن الله أعتق أجرا بلا عمل وخفف عنك وهذه في الشريعة كثيرة لذلك نقول المعذور مأجور بمعنى أنا عندي عذري لا أستطيع أن أذهب سواء عذري شخصي أو الآن دا عذري دا يعني كل للمجتمع كله بل للكون كله لا أستطيع السفر للحج أو العمر هذا عذر قهري هل أنا إن نويت أجرت نعم لأن القاعدة تقول المعذور مأجور إنك تتوجه في صلاتك إلى قبلة ربك هذه القبلة رمز إلى الكعبة المشرفة الله يريد أن يقول لك إن عز زهابك إلى الكعبة فالكعبة أمام عينيك في كل صلاتك الله يقول لك إن عز زهابك إلى مقام سدن النبي صلى الله عليه للصلاة والسلام عليه فإنه معك حيث ما زكرته والجميل في الصلاة والسلام على سدن النبي صلى الله عليه أنك إن صليت وسلمت عليه الذي يرد عليك الصلاة هو الله قال يا محمد من صلى عليك صليت عليه الله عز وغل والسلام يرده الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه من سلم علي رد الله علي روحي حتى أسلم عليه وفي رواية من سلم علي في أي مكان بلغته وكل الله ملكا يبلغني السلام إن فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله فأرد عليه السلام حضور وهذا ما تريده من الذهاب هذا بديل لكل معظور أراد أن يذهب ولم يستطع منعته هذه الجائحة أقول حجوا وأنتم في بيوتكم ولكن ليس بالأركان والجوارح بل بالقلوب والأرواح وأن تفعلوا مثل ما يفعل الحجاج تأخذ الأجر وقد يكون مثل ما يأخذ الحاج أو أكثر مما يأخذ الحاج بحسب نيتك ونفعك للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته